بكم في دعم الدرسين 19 و 20 التمرين الأول يقول ملأت حسناء علبة التوابل المقسمة إلى أجزاء متساوية كما في الشكل راحضوا فلفل أحمر كامون زنجبيل السؤال الأول أكتب ما يمثله كل نوع من التوابل الفلفل الأحمر راحضوا الفلفل الأحمر لعدد الكسر الذي يمثل الفلفل الأحمر ثم الكامون والزنجبيل إذن سوف نرى 1 جوج 3 4 5 6 هذا المستطيل هذا مقسم 10 ديال الأجزاء 3 ديال الأجزاء دهت فيهم حسناء الفلفل الأحمر 3 ديال الأجزاء الأخرى فيهم الكامون والزنجبيل جزئين فيهم الكامون والجزء الأخير دهت فيه الزنجبيل إذن العدد الكسر الذي يمثل الفلفل الأحمر هو كم 1 2 3 على كم 1 2 3 4 5 6 3 على 6 أما الكامون فهو 1 2 على كم 3 3 على 6 والزنجبيل 1 على 6 السؤال الثاني أقارن بين ما يمثله الكامون والفلفل الأحمر الكامون خلنا يمثل 2 على 6 والفلفل الأحمر 3 على 6 واحدة 3 ديال الأجزاء في المقابل الكامون جزئين إذن 3 على 6 أكبر من 2 على 6 أو 2 على 6 أصغر من 3 على 6 وسبق وأنقلنا بأن لمقارنة عددين كسريين لهما نفس المقام المقام هو 6 كنقرن البسطين فقط 2 أصغر من 3 إذن 2 على 6 أصغر من 3 على 6 نمر إلى التمرين الثاني ألون ما يمثله العددان التاليين على الشريطين وأقارنهما ألون 3 على 6 الشريط مقسم الواحد جوج 3 4 5 6 ثم هذا الشريط أيضا مقسم استجل الأجزاء هذه اللون 3 على 6 إذن ها 1 ها جوج 3 3 على كم قلنا على 6 عدد الأجزاء ديال الشريط 6 ونحن لو أننا 3 على 6 ثم 5 على 6 1 2 3 4 5 أيضا عدد الأجزاء ديال الشريط 6 ونحن لو أننا 5 على 6 يعني لو أننا 5 ديال الأجزاء من أصل 6 ديال الأجزاء ثم نقارنه ثلاثة على ستة وخمسة على ستة نشوفوا هذا الجزء اللي لونا هنا مع هذا الجزء اللي لونا فهذا الشريط شكل كبير فيهم؟ طبيعة الحال كما قد تلاحظون هذا الجزء يعني 5 على 6 أكبر من 3 على 6 كندير الرمز ونقرأ ثلاثة على ستة أصغر من خمسة على ستة أو خمسة على ستة أكبر من ثلاثة على ستة إذن هذا الجزء هذا اللي ملون بالأزرق صغر من الجزء اللي ملون بالبرتوق ثم التمرين الثالث أختزل متى أمكن ذلك اذا قرأناavana نعمارك Gi SM صغرنا اللي م prometى شخص اللي يصيد صغرنا يemporع دي لنقف كنقمن المقام عدد عدد ل عدد ثم حدث ستة على تسعة ستة على تسعة قد نقسم ستة على تلاتة وتسعة أيضا على تلاتة ستة على تلاتة تطلنا اثنان وتسعة على تلاتة تلاتة ثم سبعة على أربعة عشر سبعة قسمها على سبعة وأربعة عشر أيضا على تلاتة 7 على 7 1 14 على 7 2 ثم 10 على 12 فنقسم 10 على 2 و12 على 2 10 على 2 5 12 على 2 6 فنجد 5 على 6 رابعا أقارن كل عددين كسريين مما يلي بوضع الرمز المناسب 1 على 4 1 من أصل 1 3 4 ثم 2 على 4 1 2 3 4 إذن كما كان لحظ هذا الجزء أصغر من هذا الجزء إذن 1 على 4 أصغر من 2 على 4 ونجد الرمز أصغر ثم هذا الجزء هذا لاحظوا كل ملون ثم هذا الجزء ملون فيه 1 جزء 3 4 5 5 من أصل 5 6 7 5 على 7 ثم هذا 7 على 7 كل ملون إذن هذا الجزء اللي ملون أكبر من هذا الجزء اللي ملون لأنه هنا ملون شهد جوج هنا ملونه كل شي فبالتالي 7 على 7 أكبر من 5 على 7 أو 5 على 7 أصغر درنا أصغر من 7 على 7 هذا الجزء هذا اللي ملون هنا أصغر من الجزء اللي ملون في هذا الشارط ثم 3 على 8 3 على 8 مع 5 على 8 5 على 8 كاللحظة بأن 3 على 8 هذا الجزء هذا أصغر من هذا الجزء هذا فبالتالي ندره أصغر 3 على 8 أصغر من 5 على 8 ثم 8 على 12 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 8 9 قد نقارنها مع 5 على 12 5 10 10 دائما كاللحظة بأن هذا الجزء هذا اللي ملون أكبر من هذا الجزء تلاحظوا بأن هذا الجزء زيد على هذا الجزء بواحد جزء ثلاثة يعني هنا يمتساوين نزيده ثلاثة عاد يتساوى هذا الجزء هذا اللي ملون بالبرتوقالي مع الجزء اللي ملون بالأزرخ تنزيده ثلاثة عاد يتساوى فبالتالي 8 على 12 هي هذه أكبر من 5 على 12 خامسا أكتب أسماء المجسمات الآتية نحن نبدأ بهذا المجسم هو عبارة عن ماذا عنده الأوجه كلها متساوية مكعب جيد اكتبوا مكعب ثم هذا المجسم كرة أما هذا المجسم للأوجه ديالو مستطيلة فهو عبارة عن متوازي المستطيلة ثم هذا المجسم أسطوانة سادسا أكمل الجدول التالي المجسم عدد الوجوه عدد الأحرف وعدد الرؤوس نبدأ بالمكعب عدد الوجوه إذن نجيب لهذا المكعب اللي يبين فيه الأوجه ديالو حيث كبير شوية إذن نحسبه واحد اثنان ثلاثة أربعة هذا خمسة ثم الذي يقابله ستة ونكتبه ستة وجوه عدد الأحرف قلنا هذا هو الحرب واحد جوج ثلاثة ربعة ربعة في هذا الوجه الوجه الذي يقابله واحد اثنان ثلاثة أربعة أربعة زائد أربعة تمانية تسعة عشرة احدى عشر اثنى عشر إذن اثنى عشر حرفا الرؤوس فين كتلقوا الأحرف واحد جوج هالحرف 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 هذا رأس إذن واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية رؤوس ثم المجسام الموالي اللي هو الكرة عدد وجوه الكرة ما عندهاش الوجه أيضا ما عندهاش الأحرف كذلك الرؤوس متوازل مستطيلات نرجع لهذا الكبير الوجه هذا الوجه الذي يقابله اثنان هذا الوجه الذي يقابله اثنان ثلاثة أربعة وهذا الوجه الذي يقابله خمسة ستة إذن ستة أوجه ثم عدد الأحرف نفس الشيء نحسبه واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة 11 12 كتبوا 12 حرفا عدد الرؤوس أيضا 1 جج 3 4 5 6 7 8 ثم الأسطوانة عدد الوجه هذا الوجه اللول والوجه الذي يقابله يهو الوجه الثاني عدد الأحروف ما عندهاش الأحروف ثم الرؤوس أيضا الأسطوانة ما عندهاش الأحروف والرؤوس كذلك الكرة ما عندهاش الأحروف والرؤوس والأوجه في حين الأسطوانة عندها الوجه جج جل الوجه ولكن ما عندهاش الأحروف والرؤوس